هذا هو اللقاء الثاني في باب الوقف على أواخر الكلم تذكر معي في عجالة بسرعة يعني كده احنا خدنا وقف يعني كف ومنع الصوت عن مواصلة التلاوة وقت وزمن صغير ليه؟ لأننا هكم الإراية ده باختصار وبلغة بسيطة ما أخذناه يأتي معي شيء هام جدا في هذا الأمر إيه هو الشيء ده؟ سؤال كده بيطرح نفسه هل هناك شيء ينبغي عند الوقف على آخر حرف في الكلمة؟ يلا كده نشوف ما الذي ينبغي معه؟ أي عند الوقف على آخر الكلمة طيب بالمثال يتضح المقال يعني إيه كلام ده؟ يعني نجيب مثال ونطبع عليه ما ينبغي معه اللي ينبغي معه بالنسبة لي كمبتدئ وخلي بالك أنا لو بقرأ وفي هذه الأيام ويكثر تلاوة القرآن فأكيد أكيد بقرأ جملة وبأف واخد نفسه مثال إن المتقين في جنات ونهر وإفت في مقعد صدق عند مليك مقتدر وإفت وخدت نفسه ولسه مواصل للقراءة خلي بالك شوف بقى أنا وإفت هو فبقول بسم الله الرحمن الرحيم واخد نفس الرحمن وقف واخد نفس علم القرآن وأواصل إيه اللي حظته؟ آه أنا عارف إنك هتقول ده خدناه قبل كده أنا باتكلم على شيء ينبغي للقارئ معه في أي رواية حفص أو غير حفص حتى من يقرأ برواية حمزة أو من يقرأ لورش أو لابن عامر أو لأي رواية طالما وقف مقتدر وإث وخد نفسه وهيكمل لازم يبسمل وده شيء يغفل عنه حتى طالب علم القراءات ما بالك أنت كمبتدئ بقى لسه فخلي بالك من الجزئية دي وده أول شيء لي كمبتدئ ينبغي أن أنتبه له ونشوف كده على الشاشة ينبغي معه البسملة في فواتح السور هي الجملة دي الخلاصة يبقى ولو أنت بتقرأ ووقفت على آخر كلمة في نهاية السورة آخر حرف فيها وقفت وخدت نفسك ولسه في نيتك تكمل وتواصل زي ما سمعت عملي كده ينبغي وجوبا أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ تكمل تلوتك وتواصل طبعا في استثناء الاستثناء دوت يخرج منه آخر الأنفال وأول التوبة مفيش فيها بسملة يبقى دا كده أخذت ما ينبغي مع الوقف على أواخر الكلم أدي واحد طب السؤال الثاني متى يكون هذا الوقف على أواخر الكلم دا الكلام دا متى يكون يعني لما جأف هأف فين يترى الكلمة اللي هأف على آخرها طيب قبل ما أقولك متى يكون وقبل ما ننتقل خلي بالك وأنا بقولك إن كلامي ده في وقفك الاختياري بمزاجك يعني ليس الاختباري ليس التعليمي ليس الاضطراري ليس الانتظاري كل دا مش وقته خالص انت بتقرأ بأريحية فبتكمل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وهكذا بتواصل شوف كده كلمة الرحمن هي كلمة واحدة ودي آية عندك علم القرآن هذه الآية يبقى أنت بتقف على آخر كلمة في الآية بن قسين لو انتقلنا كده ويكون على رؤوس الآية شوف كده ويكون على رؤوس الآية ايه معنى كلمة رؤوس يعني آخر كلمة في الآية ولو كانت الآية كلمة واحدة يعني كلمة الرحمن في هذه السورة هي كلمة واحدة فهي كلمة وهي رأس الآية في هذه الرواية علم القرآن فين آخر كلمة وفين آخر حرف النون من كلمة القرآن فالكلمة دي اسمها رأس آية يبقى يتعلم رأس الآية هو آخر كلمة في الآية اللي بعديه بعد الكلمة يعني وبعد الحرف رقم الآية مباشرة يعني نون الرحمن تجد بعدها الرقم واحد علم القرآن النون في كلمة القرآن بعدها الرقم اتنين وهكذا 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 يبقى يكون الوقف على رؤوس الآية وأواسط الآيات إزاي أواسط الآيات انت مش قرأت في السورة دي مثلا قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض وإفتعن الكلمة دي والوقف عندها جائز أي عند هذه الكلمة ثم تبدأ كل يوم هو في شاء فكلمة الأرض في هذه الآية في أول الآية ولا في أخرها في وسطها وهكذا يكون في الآيات الطوال أو قد تكون آية قصيرة ولكن في وسطها وقف كما مثلت لك يبقى ده السؤال الثاني وإجابته يكون الوقف على أواخر الكلم في أواخر الآيات أخر كلمة أخر كلمة أخر حرف فيها بنقسين كده بتعبير علماء التجويد رؤوس الآي وأواسطها طيب إذا كان ده ما ينبغي وما يكون فمتى لا يكون الوقف على أواخر الكلم يلا ننتقل ونشوف العنوان القادم إيه متى لا يكون فبيقول كده لا يكون في وسط الكلمة أدي واحد لو بتكتب ورقم اتنين ولا فيما اتصل رسما أدي اتنين